السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميع متابعينا يارب تكونوا دايما بساعة كويسة وبخير ان شاء الله موضوع ان انت هتعمل استنساخ او اكسار للنبات اللي انت بتحبه متعة بجد حقيقة متعة حبيت مثلا النبات دمعة الطفل حبيت نبات الرحان اعمل منه تاني تالت يبقى عندي زرعتين تلاتة اربعة مش لازم اراح اشتري هو الموضوع سهل وبسيط اسهل ما يمكن وفيه متعة وفيه فن وانت بتعمل كده يعني الموضوع لازم تجربه عشان هتحس بجد بمتعة لما تلاقي النبات اللي انت عملته بيكبر قدامك هو الموضوع بسيط يا عم لو عملت الحوار ده قبل كده يا حجة يا استاذة لو عملت الموضوع ده قبل كده وفشل منك مفيش مشكلة لما انجرد تاني على فكرة هو مش شرط ان هو ينجح يعني ممكن لو عملت خمس ست عقل ممكن واحدة بس اللي تنجح هي ربنا عايز كده فمش شرط ان هي مثلا حضرتك عملت عقلة او حضرتك عملت عقلة وفشلت يبقى الموضوع نفسه فاشل لا انت اعمل اكتر من عقلة عشان في حاجات منهم بتفشل يعني مش كله لازم ينبت ومش كله لازم يفشل فاهمني اهم حاجة هتعمل زي ما حضرتك شايف في الفيديو العقلة نفسها هتسيب منها ورقة او ورقتين او تلت ورقات يا عم الحق مش لازم تسيب الورقة كله ماينفعش اصلا تسيب الورقة كله ادي لها كده ورقتين تلاتة في العقلة كلها ورقتين تلاتة برعم واحد او اتنين وشكرا اكتر من كده ممكن ما تديش البار للعقلة ان هي تنبت او تنمو او تنجح فسيب ورقة او ورقتين زي ما حضرتك شايف في الفيديو كده بالضبط انا بسيب يا دوب برعم واحد بس اللي طالع والباقي كله بشيله وما تنساش العقلة من فوق اما تجي تقصها لو هي وسطية يعني العقلة بتكون من وسط الساق ما تنساش تاخدها بميلان من فوق يعني تكون اصصها بميل عشان ما تعملش عفن او ما تعملش وتكونش مؤهلة لنمو الفطريات تعملها بشكل مائل من فوق بالنسبة من تحت عادي لو مائل او مستوي مش هتفرق اللي هو بالنسبة للجزء اللي بيكون غطس في التربة والقصيس اللي قدام حضرتكو ده اي عقلة بشيلها بقصها من النبات بحطها اي عقلة نباتي يعني القصيس ده مفوش نوع معين لا ده في رحان وفي دمعة الطفل وفي ام كالسوم وفي كزا حاجة ما تنساش ترتب التربة وترشها بالبخاخ كويس جدا بلاش راي بالغمر لا بالبخاخ زي ما حضرتك شايف في الفيديو كده بالزبط وبعد كده هنغطيها عشان نحافظ على رطوبة في التربة واحتفظ بالقصيس ده في مكان مزلل ما يفصلوش اشاهة الشمس المباشرة يعني يكون فيه اضاءة عالية بس الشمس ما تضربش في القصيس الشمس يعني من بعيد كده هو شايف نور بس الشمس مش ضربة فيه عايز تخرم الكيس وتعمل فيه فتحات تهوية ماشي مش عايز مش هتفرق كتير فيه ناس كتير بتقول ان انت لازم تخرم الكيس او تخرم الغطاء اللي متغطي به القصيس بس انا جربت دي ودي الاتنين واحد مش فرق كتير عشان كده كده انت بتفتح كل على اقل كل خمس ست ايام بتفتح تشوف الوضع مش ازاي التربة ناشفة ولا مش ناشفة محتاج مية محتاج راي فكده كده هو بيشم هوا يعني فمش فرقة كتير بالنسبة للصراحة وانا جربتها وعن تجربة شخصية ولو عجبك الفيديو ما تستاش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة او تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات وده شكل القصيص بعد شهر وعشر ايام يعني بعد اربعين يوم شو في الرحان هو مشكل يعني هو القصيص ده زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو في كز اي عقلة بقصها من اي نبات بغرزها في التربة دي على طول فزي ما حضراتك شايف مشكلة هي فيها كزا نبات بس مش مشكلة يعني بعد كده كل ما نبات ياخد وضعه ويكبر ويشد حيله هنقله في قصيص ويكون في مكان لوحده طبعا بعيد عن التشكيلة دي عشان كل نبات ليه ظروف عناية وكل طريقة نبات مختلفة في الاهتمام عن التاني وكل طريقة نبات مختلفة في الري عن التاني وهكزا فبس هو الموضوع النباتات العقلة دي تشد حيلها وبعد كده هفصلهم بس زي ما حضراتك شايف الحمد لله الموضوع سهل وبسيط ولو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل اللذيذ وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس او تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اول بول بازن الله نتمنى نكون وصلنا لكم المعلومة بشكل مختصر ومفيد وكده أنا خلصت الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة